بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على نبيه الكريم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مطبخ أبو ساجل عن نبي اليوم شاء الله تلقي مصفة جديدة وهي وصفة صيفية وصفة صالة المقارون لجي بسم الله ما شاء الله جي ضوقة ولا أروع أحبائي كما نعرف الكل في أي وصفة فيها مقادير وفيها كيف التحضير ونروح نشوف بعضنا كيف التحضير والمقادير ونروح نشوفه يلا روح نشوفه يلا روحوا إذن أحبائي هنا ليوصل هنا الفيديو معي وتخلي القناتي أول مرة وعجبة القناة ونقول له اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تلك الجديد وليعجبة الوصفة يعمل لي إعجاب مبدئيا هنا في طاوة العمل كما تشوفوا عندي أرطل مقارون نوعية هذه الكلابات هذه هكذا هذه النوعية أنا هنا جبت مركبة بن عمر تكون يعني ما شاء الله الطيب حبة حبة ومتعجنش فهنا في برما حطيت ماء يغلي نضيف له ملعقتين صغارة الملح ونضيف له كمية تعزيز هكذا ونضيف النقارون طيب أنا طيبت هنا حوالي 14 دقيقة حتى 15 دقيقة أحسبو لها من اللي تغلي 1-4 ساعة يعني 4 ساعة ما تزيدوش هكذا نحركها بمنعقة خشبية أو سباتيل ونخليها طيب ومن بعد رح نطفي أعليها رح نخرج حبة منها ونشوفها يعني إذا كان استوت أم لا هنا خلاص طابت حوالي 4 ساعة مرت نجيب كسكاس ونصفي المقارون تعيه هكذا نصفيها من الماء الساخن كامل وبعد رح نجيب ماء بارد ونشوقها يعنيチャ Bin بالماء باش الشيح شايف هنا مالك بردها مليح حوالي 3-4 يعني إبريق ماء وإذا كان عندك حنوث تمشي خلاص حنوث زر lunch حلالوا على جنة تستقطع مالك نجيب هنا حبة سناري أو زرودية نقص يبتدي قطاع صغار طريقة جد سهلة وهذه المقارون هي وصفة صيفية بابتياز ضوقة جاء ولا اروع لكن السلصة كذلك جاء ولا اروع معها قارص صدقوني جاء بسم الله نكمل هذا الجزر كامل قصه كامل وبعد نضعه في كسرنا ويضعه في ماء حتى يطيب ملح هذا نضع لها كمية ملح لكي يكون ضوقة معتدل بين السلطات المقارون والجزر يكون فيه ملح هنا نذهب لنا السلصة نجيبه هنا علبة تاياغورط طبيعي والذي يحب يضعوا علبتين يضعوا علبتين هنضعوا علبة تكتفيه نضيف هنا نضيف ملح وفلفل اسود نضيف ملح وفلفل اسود لا يضيف ملح ونضيف ملح ونضيف جبن شدار قطاع القاقة نضيف ملح نضيف ملح نضيف كمية Wäh نضيف ملح أسعادكم نجيب هنا حبة تليمون انتم اعملوا نصف حبة فقط تكفي و شوية مطارد على رسل نغرف و نجيب المكسر هنا شوية هريصة هنا هذا الكاس لا أريد أن يدخل فيه المكسر عاود جبت هذا البول فرغت كل شيء هنا و نضع كمية ما قليلة و نرجعها في البول نجيب المكسر و نكسي هذا الخليط كامل لنصبعنا الصلصة تضوقها ولا أروع صدقوني تضوقها ولا أروع بإذن الله ستعتمدوها إن شاء الله و تأجبكم نحرك المليح هنا و نكسيها المليح بعد نجيب نصف كاسة زيت نصب الزيت لكي تتقال معي شوية و نضع و نضع و نضع و نضع و نرى الصلصة هذه الصلصة جاءت على أروع كفية ثقيلة بعد كي تبقى في التلاجة في التلاجة و نضع و نضع و نضع و أشتاء و قطعته قطع صغار و سنضع و سنضع كامل صلاطة الكشير تستغنوا عنه يعني ليس لازم ولكن أنا لقيته في البيت فقط زينت به صلاطة نكملهم كامل ونذهب نقارونة نجلب الكشير نضيفه 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 الطونة والزيتون مقطع بطريقة هذه ونضيف الطونة الطونة مع الزيت أنا هنا أضع الزيت لنضبق هذا كامل نضيفه ونضيفه ونضيفه بطريقة هذه ونحرك بطريقة هذه نضيفه نضيفه ولا أروع ما شاء الله نحن نخلط مع بعض بعد هنا هذا طبق تقديم نضيفه وكمية الصلصة أخرى ونكملت معكم الوصفة اليوم صدقوني بسم الله مع كمية بايد قسمتها قطاع صار للتزيين فقط أيضا ونرى ومتلتها معكم اليوم إن شاء الله تنالي رضاكم وإعجابكم مبقي إلى المنزل بارك الله فيكم بزاكم الله وخير ربي حفظكم إن شاء الله تبتكم الله إن شاء الله يتلقاهوا في وصفة أخرى ونبقاوا معي لأخر الفيديو ربي حفظكم إن شاء الله وربي تبتكم والتحيات لجميع هذه المقارنت هكذا اليوم ما دي صلاطة المقارون دي جي ولا أروع دي بسم الله ما شاء الله لذا أعجبتكم الموصفة لا تنسونيش بالعجاب وهذاك الاشتراك في القناة إن شاء الله والسلام عليكم شفوصف القادمة إن شاء الله شكرا للمشاهدة